جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما الواجب على المرأة سواء أن كانت فتاة أم متزودة أن تفعل لتفوز برض الله والجنة خاصة بما يرتبط بحجابها ومتى يحل لها الخروض من بيتها جزاكم الله خيرا البرأة التي تريد الجنة عليها بتقوى الله سبحانه وتعالى المحافظة على الفرائض وأداء الواجبات وعليها أن تجتنب المحرمات والمعاصي فقد جاءت الحديث أن المرأة إلى أدت فرضها وصامت شهرها وإلى آخر الحديث أنها تدخل جنة ربها فالحاصل أن المرأة والرجل كل منهما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب الأعمال الصالحة والتوبة من الدنوب والمعاصي وعليها كذلك إذا كانت ثلاث زوج أن ترغب زوجها ولا تسخط زوجها لأن زوجها هو جنتها أو نارها فعليها أن تؤدي حقوق الزوج وأن لا ترغبه وتسخطه وتمنعه من حق له عليها وكذلك عليها بجل والديها والإحسان إليهما وصلة الأرحام والأقارب والإحسان للفقراء والمحتاجين والمسلمين كل هذه من الأسباب بكل جنة فعلى تعالى وأحسنوا إن الله حب المحسنين لا ترجمة نانسي قنقر